خلال الأيام الأخيرة اللي فاتت نادي بيراميدز قدم عرض جديد جديد لأحمد فتوح عشان يتعايد معه العرض بقى يتضمن حصول أحمد فتوح على عقد سنوي أو راتب سنوي عشرين مليون جنيه عشرين مليون جنيه فتوح نفسه حتى هذه اللحظة لسه حاطت أنا بأكد لك أقول حاطت الأولوية للتجديد لنادي الزمالك هتقول لك هريد في أهلي هقول لك آه هتقول لي في بيراميدز هقول لك آه بس هو فعليا حاطت الأولوية لنادي الزمالك ده معناه إيه؟ مش معناه حاجة عشان لو قلت لك ده معناه إنه هيخلص مع نادي الزمالك هبقى باتحك عليك لو قلت لك هم خلص مع النادي الأهلي هبقى كلامي مش دقيق لو قلت لك برامة زي غريب الفلوس هيبقى كلامي مش واضح الموضوع عند فتوح يعني ايه يعني انت لو عدت مع فتوح دلوقتي دلوقتي قابلته في الشارع قلت له فتوحة هتتعمل ايه هيقول لك الله أعلم لا اكمل معنا في نادي الزمالك هيقول لك الله أعلم لا تعالينا النادي الأهلي والله الله أعلم مطروح برامة زورية يحدى ما الله أعلم فهم هو نفسه مش واخد قراره النهائي بس طبعا حاطة أولوية للنادي اللي بيلعب فيه نادي الزمالك وعشان حاطة الأولوية دي فبيطلب ويتمقتر وبيفكر وبيتخيل وبيحلم انا قلنا من كام يوم ان الراجل فتوح وصل انه عايز من نادي الزمالك دفع التعاقد دفع التعاقد 60 مليون جنيه 60 مليون جنيه غير حوالي 70 مليون جنيه هيخدهم على مدار آآ ثلاث سنوات قادمة فرقم كبير ضخم قوي يستهلوا يستهل الثلاث عشر أضعاف يعني كل واحد بيبقى حاسس انه انا استحق كل حاجة براحتك بس هل ده مقدور نادي الزمالك هل يقدر نادي الزمالك يعمل كده الله أعلم في مجلس إدارة جديد هو اللي بياخد الكرارات هو اللي شايف ان الرقم ده مناسب ولا مش مناسب هو اللي شايف هيحل أزماته المالية ولا لا غير انه الأهلي أكيد مش هيدفع الأرقام دي بالمناسبة يعني عشان الأهلي انت عارفين القاعدة الشهيرة في سقف للروايطر في سقف للفئات في فيها أولى فيها تانية فيها تالتة آه في فلوس بتخش بقى اللي لو لعن مميز قوي هتديله فيها أولى بس ممكن هتديله شوية إعلانات جنبها هتديله شوية دي امتيازات تانية بس العود واضح في النادي الأهلي معروفة دي هناك بقى في الزمالك هيحصل إيه الله أعلم خلينا نشوف الأيام اللي جاية فيها اشتركوا في القناة